إذن اقتدى الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى المحكمة خلال هذا العام ويبدو أن هذه ستكون حاله حتى العام المقبل سلمت ترامب نفسه لسلطات أتلانتا في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 ضمن اتفاق تم الوصول إليه مع قاد محكمة مقاطعة فولتون العليا وتضمن هذا الاتفاق دفع كفالة تقدر بـ 200 ألف دولار إضافة إلى مجموعة من الشروط أبرزها عدم السماح لترامب القيام بأي عمل لترهيب أي شخص مرتبط بالقضية بما في ذلك منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي انطلقت جلسة محاكمة ترامب في المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث يواجه 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية مرتبطة بفترة رئاسته في أبريل الماضي حضر الرئيس الأمريكي السابق أيضا أمام محكمة منهاتنا الجنائية في 34 تهمة وجهت إليه بتزوير سجلات تجارية دفع ترامب براءته في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضده ودفع الكفالات المالية المحددة وفي مختلف هذه القضايا ندد ترامب بما يرى أنه اضطهاد سياسي ويصفه بأفضع إساءات استخدام السلطة في تاريخ الولايات المتحدة رغم كل القضايا الموجهة ضده يحاول ترامب المحافظة على الزخم نفسه في حملة الانتخابية حيث لا يزال الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة المقبل لكن هل تأخذ المجريات القضائية مسارا مفاجئا يعيق كل هذه الجهود